تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية مراسم تكريم الفايزينة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الخامسة لعام 2024 وجاءت مراسم التكريم تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي قررته الأمم المتحدة بإجماع أعضائها احتفاء بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي في الرابع من فبراير 2019 وكرمت الجائزة الجمعيتين الإنسانيتين في إندونيسيا نهضة العلماء والمحمدية وجراح القلب المصري الشهير عالميا نسير مجدي يعقوب والأخت نيلي ليون كوريا الرئيس والمؤسس المشارك لمنظمة غير حكومية في دولة تشيلي والذين تشاركوا الجائزة لعام 2024